ازايكم يا بنات عمليم اي؟ رب تكونوا كلكم كويسين طبعا ده الفيديو المنتظر والفيديو اللي انا كان نفسي اعمله بقليه فترة كبيرة جدا بمصراحة لانه مهمة قوي يعني فيديو مهمة جدا مش بس لان المنتج ده احنا محتاجينه في حياتنا لا احنا محتاجينه ومحتاجينه هو يكون كويس يدي نتيجة كويسة وبرضه في نفس الوقت ما يكلفناش لان دي حاجة اساسية جدا لازم تكون عندك ماينفعش ابدا تستغني عنها ولو يوم واحد فالفيديو النهاردة ان شاء الله هيفيدكم لانه هيكون ريفيو ومقارنة ويلا بينا بقى نروح على الفيديو بس قبل ما نروح هتنسوش السبسكرايب واللايك طيب اولا يعتبر ريفيو النهاردة عن منتج جميل جدا 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 بصراحة انا توهمت لما استخدمته وهو الرول اون او موزيل العرق يعني زي ما بنقول من ستار فيل وده للتفتيح لما جيت اجربه يعني قلت انا اصلا لو استخدمته وهو كان قادر انه هو يخليني فراش ورحتي كويسة طول مدة استخدامه ده كفاية عندي لان انا مفيش يعني ديودرنت مصري استخدمته وكان محترم بصراحة كلهم حاجة في غاية البشاعة يعني لما استخدمته حبيته جدا 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 لانه نجح في كده يعني هو نجح انه هو يعني اقدر ان انا اعتمد عليه سواء قاعدة في البيت او خارجة بره لان دايما موزيلات العرق الطبيعية يعني انا بنصح بيها جوه البيت انما بره البيت لأ مش ممكن بالذات لو انا بروح الجامعة لو انا بروح المدرسة لو انا بروح شغلي يوميا او بتعب او بجري ده يعني مش ممكن تعتمدي عليه البقى الرول اون ده بتاع ستار فيل تقدر يتعتمدي عليه فعلا بيجي بقى بحاجة اكسترا انه هو مكتوب هنا ويتنينج بيفتح طيب يعني ايه بيفتح هو في فيتامين اي وفي الف اربوتين الف اربوتين دي وحش التفتيح يعني ده من اقوى الانجريديينت اللي بتفتح البشرة انا عايز اقول لكم ان انا طول فترة استخدامه يعني طول ما انا باستخدمه انا بعرف موزيل العرق الوحش اللي هيسمر من اول يوم لما تيجي تحطيه بتحسي ان كده الاندر ارم عندك كرمش اتلم بقى جف قوي لأ ده مش كده ده بحسه كريم يعني بحسه كريمي بسيبه كده ينشف قبل ما لبس اي حاجة وبعد كده بقوم لبسه ترطيب نعومة ريحة فرش ريحة جميلة مع الوقت فعلا بتحسي ان الاندر ارم عندك غير ما كنت بتستخدمي اي حاجة تانية فده اللي بيبقى مسؤول عن التفتيح انا مش عايز اقولك ان هو بيفتح علشان ما تبقيش انتي بدرجة معينة وتفضلي تتفرجي على نفسك وانتي بتستخدميه وتلاقيش ان هو فتح بس على قل هو مش بيصمر على قل هو بيرطب على قل هو بيعالج وريحته طبعا حلوة وريسنت لي طالعوا روايح كتيرة طالعوا غالبا بالورد وبالعود او بالمسك فان شاء الله برضو هجربهم واقولكوا رأيي نصايح بقى وانتي بتستخدميه ده طبعا اي حم نستخدمه مرة في اليوم ولازم على جلد نظيف يعني ايه جلد نظيف يعني انا قبل مسلا ما انزل او قبل ما ابتدي يومي بخش اخسل المنطقة اللي هي الاندر ارم كويس جدا مصابون او بغسول وبنشف كويس جدا وبحطه على بشرة نظيفة وخلاص جفا شفتها كويس وبسيبه ينشف يعني سيبه دقيقة دقيقتين وبعد كده بلبس بصي مش هيخيب ظنك ابدا ابدا رهيب وجميل جدا ويعتمد عليه وطبعا احلى حاجة ان هو موجود في كل الصيدليات سواء صغيرة او كبيرة فتقدر يتلقي طيب الجزء التاني بقى من الفيديو هو مقارنة انا عملتها بين الاثنين ده طبعا الديودرنت بتاع فيشي هو غالي جدا جدا بس انا كنت بحبه وكنت معتمد عليه قبل ما اجرب بصارفيل لانهما الاثنين يعتبر بيعملوا نفس الحاجة ده بيقول ان هو بيقلل ظهور الشعر شوية بس طبعا يعني كل واحده هرموناته يعني ما اقدرش ان انا اقول له خدي ده عشان يقلل ظهور الشعر يعني في ناس بتعمل ليزر وبتفضل مليون جلسة والشعر يعني بيخف شوية ولو بطلت بيرجع لها تاني فدي حاجة بتعتمد على هرمونات ما اقدرش اديك منتج واقولك ده هيقلل لك الشعر فدي بالنسبة لي انا مش حطوها في دماغي هو هنا ده بيفتح وده بيقول ان هو بيفتح ده بفلوس كتير وده بفلوس قليلة هما الاثنين بيعملوا نفس الحاجة وهما الاثنين بيعملوا نفس الاحساس هما الاثنين ريحتهم حلوة فانا طبعا يعني وقعيا وقعيا ان احنا دايما بنميل للحاجة اللي تمنها اقل مش الحاجة اللي تمنها اعلى بالذات ان ده مش كريم ممكن اجيبه مثلا الشهر ده ولو خلص مكرروش لأ ده حاجة هتفضل معي العمر كله ولازم ان انا افضل بيستخدمها يوميا فانا طبعا يعني من ناحية المكاردة ده يكسب اللي هو ستارفيل ده من حيس السعر يعني مش اقول لكم من حيس بقى ان ده في الجودة اعلى من بتاع فيشي اكيد لان ده مستورد وده مصري بس ده بيعمل نفس الحاجة اللي التاني بيعملها نفس الحاجة ان هو يعني بيخلي ريحتي كويسة بيرطب المنطقة بتاعة الاندر ارمز ورحته جميلة ريحته جميلة جدا فطبعا اللي هو اهم حاجة بقى انه هو سعره مناسب جدا جدا وعلى طول بينزل عليه عروض ستارفيل من اكتر الشركات اللي بتعمل عروض في السيدليات باي وان جت وان وباي وان جت مش عارف ايه فاقدر ان انا اجيب منه ستاك في العروض دي على عكس فيشي انه هو منتج عزيز يعني ما بينزلش عليه عروض كسير ولو نزل بتبقى العروض ضعيفة فطبعا في المقارنة دي ستارفيل يكسب وانصحكم به جدا جدا منتج حلو ومش هي خيب زمنوكو ابدا وحتلقوا ان انتو كلكو في البيت بتستخدموا وبكده اكون خلصت الفيديو يارب يكون الفيديو عجبكو ويارب يكونوا استفدتوا منه لو عندك اي سؤال سبهولي تحت وهرد عليكي ان شاء الله وما تنسيش اللايك وسبسكريب اللايك وسبسكريب اللايك وسبسكريب واشوفوا ان شاء الله الفيديو جاي على خير باي باي اللايك وسبسكريب اشتركوا في القناة